محطات في التاريخ المشترك للعلم والأدب استعرضها النشاط الثقافي في مؤسسة أصدقاء دمشق عبر المحاضرة التي ألقاها الدكتور محمد عامر مارديني في المركز الثقافي بأبو رماني اليوم كانت الحقيقة النقلة نوعية إلى العلم والأدب واليوم نحن بحاجة الحقيقة وكل المجتمع الأهلي بحاجة اليوم مثل ما حكيت قبل شوي أنه نرجع شوي للأدب نرجع للحنان العلم دائما بتستعمل العقل والعقل دائما دواحد زائد واحد يساوي اثنين وبيكون شوي في طفك في جمود بينما الأدب برجعك شوي للحنان إلى العاطفة إلى المحبة الحقيقة نحن عم نحاول قدر الإمكان ننشر أو نحكي عن العلاقة بين العلم والأدب ويجعل الجيل الجديد يسمع ويرجع كمان لتاريخه العريق بالأدب حتى لو كان يدرس طب بشري أو هندسة أو طب أسنان أو علوم فالمفروض أنه يرجع ويطور معلوماته الأدبية باتجاه الأدبية ثقافته بشكل خاص المحاضرة صلتت الضوء على حياة أشهر الشخصيات التي جمعت بين العلم والأدب مثل الدكتور عبد السلام العجيلي والأديب العالمي أنتون تيخوف موضوع كثير لطيف جدا ونبهنا لضرورة فعلا أن نتطلع على التزاوج ما بين العلم والأدب ممكن يكون الإنسان عالم ويكون أديب بنفس الوقت أن يضاف الأدب إلى العالم بيزيده رقة ويزيده إحساس ربما بيزيده قدرة على الإحساس بالعواطف ربما قدرة على تجاوز المصاعب الأدب دائما يمكن يخفف من قساوة العلم أو بالعام جاف العلم جاف بيجي الأدب دائما شوي بيخفف من جفاف العلم الفني اللي صار هو أنه استطاع المحاضر أن يجمع بين المقامين مقام العلم ومقام الأدب وبأعتقد أنه كل اللي حضروا استطاعوا أن يصلوا إلى تلك النقطة التي أراد أن يظهرها أنه ليس صعبا أبدا أن يكون الإنسان عالما وأديبا ضمن أنشطتها المتعددة التي تحاول من خلالها مؤسسة أصدقاء دمشق التعريف بالتاريخ والتراث السوري والعالمي تأتي هذه المحاضرة في محاولة لتقديم أبرز الشخصيات التي جمعت بين العلم والأدب